هاشتاج انتشر بقوة بعد تصريحات السيسي بشأن ليبيا والذي اعتبره الكثيرون تدخلاً سافراً ودعوة للتمرد على حكومة معترف بها دولية مطالبين السيسي إلى الالتفات إلى قضايا أهم تخص مصر ففي كلمة للسيسي أدل بها السبت عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمطروح قال مخاطباً قواته كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارجها إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية وأضاف أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية مضيفاً أن تجاوز سيرت والجفرة خط أحمر فبعد فشل المفاوضات بين مصر والثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة والتي تعتبره مصر أمناً قومياً قرر السيسي أن يتخذ موقفاً جريئاً وأن يخرج عن صمته وهدد بالتدخل العسكري لكن التهديد والوعيد كان مواجهاً لليبيا وليس لأثيوبيا وكان هذا الموقف مثار استغراب واستهزاء لدى كثير من الليبيين وغيرهم من المتابعين حيث تساءل بعضهم عن علاقة سيرت والجفرة بحدود الأمن القومي المصري وأكد الكثير من السياسيين أن التصريحات السيسي هي محاولة للهروب من مشاكله الداخلية وكذلك تهدف إلى تقسيم ليبيا ورجح بعضهم أن السبب في عدم تهديد إثيوبيا يرجع إلى أن أزمة سد النهضة سيكون أثرها على الشعب المصري للسيسي خاصة وأن السيسي وفي أحلك الظروف التي مر بها في حياته عندما فقد كل شيء إلا الماء فلم تفرغ تلاجته منها كما صرح هو بنفسه وقد سارعت الإمارات والسعودية إلى إعلان تضامنها القوي لخطاب السيسي في التدخل العسكري في ليبيا وللمفارقة فهذه الدول لم تحاول أن تدعم مصر في حقها من مياه نهر النيل رغم أنه خطر وجودي لمصر وجاء التأييد كذلك على لسان ما يعرف برئيس برلمان طبرق عقيل صالح والذي اعتبر فيها تصريحات السيسي جاءت استجابة لمطالبه بتدخل الجيش البصري في ليبيا ولكن الرد لم يتأخر كثيرا من الجانب الليبي حيث صرح المتحدث باسم قوات بركان الغضب العقيد محمد بنونو أن أي دولة جارة ترى في ليبيا تهديدا لها عليها بإغلاق حدودها وإمساك أسلحتها ومدرعاتها وطائراتها ومرتزقتها ولسانها كما رفض كل من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في طرابلس أصريحات السيسي واعتبروها تدخلا سافرا في الشأن الليبي فهل سيغامر السيسي بالتدخل المباشر في ليبيا؟ اشتركوا في القناة